موسيقى هدعوات، انت هدعوات نعم يا ريس، ماينك كده في ايه؟ خبيني، خبيلي، هيقولك، تعالك، تعالك تعالى معين استغبال صبح ليه بس، هو، هو في كبسة ولا أنيه؟ يعني يعني بيه عفريت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تؤذيونا ولا نقذيكم وده عفريت من ده بالاكام المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لازم تحذر أهل الحارة وتخليهم يقول ياخدوا المصل في أسرع وقت تحذر إيه دا هو ديئة وحتلاقي أهل الحارة كلهم هنا ديئة؟ لو سمحت يا عوض تناولني السرينجات وإزازة المياه من التلاجة ولا أجيب لهم مصل منين دول وهبقى أخد لأنا كمان اتنين سنتي وقايا ليكون الكلام دا بجد كلهم يا عوض كلهم شغلوا إيه لعفريت؟ بيقول لك عفريت الليل ديه بسبع رجلين وإسنانه سود من أكل الدود شفتوا يا عوض لا بس الدكتور شغل شاف طالما الكلام من مصدر موسوك بيه يبقى لازم نتصرب بسرعة الناس اللي ساكنة في أكرى الحارة لازم تخلوا بيوتكم فورا عشان نطلع العفريت منها وأنا هدي كل واحد فيكو تعضيد ألف جنيه عشان تعرفوا حنيتي عليكم وتعرفوا الفرق بالحنيتي وأصوت عفريت جد مدنيه منها لله منها لله هيا نجي أخدت حقنة الميا السقع يا حبيبي ده مصل على فكرة أنت واللي زيك مش خايفين على مصلحة أهل الحارة وكل حاجة بتفلسفوها وتطلعونا غلطانين أنا عنقصة الحارة من وباء طب بالنسبة لللي بيقولوا إن امتحان العرب السناء دي جاي من برى المنهج أنا روحت للأستاذ بيليجي وقال لي يا سواد ليلي اللي مش هياخد عنده درس يقوله فيه الامتحان جاي منين لأنه فعلا كله جاي من برى المنهج والله آه تمام يعني انت بتسأل الناس ثقة هو واصلك انت أنهم مش مستفيدين من الإشعاعات اللي بتطلع دي خالص لا أبدا وانا أسأل أي حد يعني بقولك إيه يا تيتا فين كويس والله إن أخدت بالك إن تيتا مش موجودة تحب تعرف تيتا بتعملي قولوا لام دونيا العفريت عمل إيه العفريت هرب من البيوت اللي آخر الحارة وسيكن هنا وبيقولك إنه هيستقر في بيتك يا ستة ام دونيا أنا أقولكو العفريت عمل إيه العفريت بيعكم بيوتكم بيت ورا بيت بتراب الفلوس عشان إيه عشان يهدها ليه عشان يعمل بدلها أبراب العفريت عايز ياخد بيتهم مدونيا ويمشيها من أرضها عشان يحط الحارة كلها في جيبه دي مش خايفة من العفريت مش خايفة من عفريت أخدوا بالكو ها مدونيا مش خايفة من العفريت نبقى هي اللي محضرها عشان تطفشنا من الحارة هي اللي محضرها يا ستة ام دونيا سيبوا الرئيس مخزنجي ياخد البيت يطلع منه العفريت دي كلها إشعات يا أهل الحارة زي إشعة المرض اللي علاجوا حقا مية وزي إشعة الامتحان اللي حلوا دروس بالألافات عند المليجي وميني اللي بيستفيد من الإشعات دي قبل ما تصدهوا أي كلام يتقال الودن جمب من ام دونيا هو اللي بيتأكد من الإشعات دي وبقول إنها حقيقة إحنا زنبينا إيه إننا وثقنا فيه الله ولا زنبي إيهنا كمان يا أخوان أنا كنت باسأل ناس أهل ثقة أنا ما عمدش حال غلط بقى دول ناس ثقة دول أول ناس بيكسبوا من وراء الإشعات دي ومش بعيد يكونوا هما اللي مطلعينها يعني أنا باعت بيتي بخسارة ده أنا سألت لأستاذ نجم وقال لي فيه عفري واني ادينت عشان أدبني دروس عنده أستاذ مليكي وطلعت إشعة مش عني سألتك يا أستاذ نجم وانت قلت الكلام ده بجد شفتوا بقى مين اللي بيطلع الإشعات أهو قدامكم خد حقاكم منه وانا روح أبص على الأبراج الجديدة يا أشاق يا أسنا يا أفسي فبا استنوا يا جماعة استنوا ثواني أصلي فيه ناس بتقول إن فيه فراخ بيوزعوها ببلاش في الجمعية دي إشعة مش هتضحك علينا تاني طب خلاصوا النبي خلاص بقى السماح عشان تحرم يا ابن بنتي يا جدعان السماح يا جدعان السماح مش القفة